بين عدم قدرة مجلس الوزراء على تعيين القيادات الأمنية واعتراض الرابي على تأجيل التسريح مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين هو الحل الضرفي الذي تقترح الرابي إخراجه من درج الأمانة العامة لمجلس الوزراء لماذا بعد الموضوع لم نطرح بعدما رفع لم نطرح بعد عمل جلس الوزراء ومجلس الوزراء لم نبدأه حتى يبعده على مجلس الوزراء حتى نحن نبت فيه هنا هناك قطب مخفية يريد واحد يفتشها لي مشروع رفع سن التقاعد أحاله وزير الدفاع سامير مقبل إلى رئاسة الحكومة منذ نحو شهرين وافقت عليه كل الأسلاك العسكرية وتحفظ عليه قائد الجيش وهو يعطي ثلاث سنوات خدمة إضافية لكل الضباط والأفراد وعملية لأنه التمديد سيأجي للقصة وليس سيحلها لأنه سيظله أدامهم كمان ولكن على قليلة بعدك عم تقول له هذا الزابط أنه عم بعطيك بعض فرصة ولو مأخرة من أنه تطلع كليا مرة لأنه أنا حرمتك الفرصة من خلال أرارات إدارية من خلال قانون حكومة الأربع وعشرين رأسا لم يعد من السهل أن تجتمع فهل تجمع على أقرار مشروع قانون تتحفظ عليه قيادة الجيش؟ هذا موضوع يتناقش عادة ومش بالضرورة ينحسم رأسا أنه يمرء بهذا الشكل الشغور في القيادات الأمنية بدأ كالدومينو لن يقتصر على قائد الجيش ولا على رئيس الأركان ولا على مدير المخابرات ففي قوى الأمن الداخلية ضقاعت قريبا المدير العام اللواء إبراهيم بسبوس وقائد الدرك العميد إلياس سعادي أنا أعتقد اللي عمله النائب الرئيس مقبل خطوة عادية إذا كانوا في حالة اضطرار تاني ضمن الآلية فليكن من بمرحلة تغيير أي شيء جذري بس بعملية هذا التمديد الموقع لاستمرار العمل في كل هذه المهام المناطبة هؤلاء القيادين العسكريين خلافا لمتهوا سفينة الرابي رياح المصلحة العليا تسير بتأجيل التسريح للقيادات في وزارة الدفاع باعتماد المادة 55 وفي وزارة الداخلية تأجيل مماثل بمادة مماثلة هي 161 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي